ما زالت منضمت الصحة العالمية بنفس التوصيات من أول أزمة كورونا لبس القناع فقط لفئة محددة من الناس يعني إذا أنت كنت من أصحاب الأمراض المزمنة اللي أنت ممكن لا سمح الله إذا أخذت العدوى إنها تتطور معك أكثر وتتطور تلبس القناع إذا أنت شخص مخالط لأحد هذول الأشخاص يس نعم ممكن يفضل إنك تلبس قناع إذا أنت كنت شخص مصاب بأي أعراض نزلت برد إن كانت كورونا ولا لا بتلبس برضو قناع إذا أنت شخص يقدم الرعاية الصحية لشخص مصاب يمكن في البيت بتقدم له أكل بتعطيه دوا برضو بتلبس القناع ما على ذلك لو سمحته ما تلبسه القناع ليش إذا أنت شخص سليم معافى ما ملك أي شيء والبس القناع القناع ما هيحميك إلا رح يعرضك أكثر لخطر الإصابة كيف؟ كيف؟ رح تلامسي وجهك أكثر المشكلة في أصحاب الناس العاديين رح يلبس القناع وتلاقيه أصلاً بيعدلوا كل شوي لأنه مش قادر يتنفس بيمسكوا من هون أو بنزلوا على مدار تموا من هون عشان يتكلم تليفون فهذا الكلام بيحطك في خطر جداً أكبر الجلافز نفس المبدأ ما في داعي أنك تلبس جلافز لما تروح تتسوق الأصل زي ما حكينا في بداية التسوق أنك تستخدم السانتايزر بس توصل على المكان لانت رايح عليه ليش بنقول اللي جلافز ما هي مطلوبة وبالعكس ممكن تكون مؤذية تعطيكي إشي بنسميه شعور زائف بالأمان إيش يعني شعور زائف بالأمان؟ فكر كونك أنت محمي أو يس بكون أنا محمي ومعناها أموري طيبة لأنه أنا في علي جلافز معناها أنا كورونا مستحيل يفوت لي فهذا بيخليك أقل احتياطاً وأكثر ملامسة للأسطح واللي ممكن ينتقلها الفيروس وأكثر ملامسة لأغراضك الشخصية ما أبدأ أقول لك وجهك تتكلمي على الموبايل وتقولي ألو فإحنا دائماً بنقول إيديك هم الأساس وتعامل دائماً بالحيطة والحذر لا تهاون ولا تهويل في شغلة جداً مهمية هاي لازم نأخذها القاعدة لا تهاون في مدى الانتشار ولا تهويل إنه إحنا نترك الأساسيات والمهم ونتوجه لغير المهم هلأ فترة الحضانة تختلف من شخص إلى شخص لكن زي وزي أي فيروس للجهاز التنفسي ممكن تظهر عليك الأعراض بعد بيوم وممكن تظهر عليك الأعراض بعد عشرين يوم متوسط معدل الحضانة لهذا الفيروس وهلأ بنحكي إيش يعني حضانة هذا الفيروس هي خمس أيام في غالب الناس بنتكلم على متوسط طبعاً بالنسبة للأعراض الناس كتير يعني ذات على السوشيل ميديا مع الأسف صارت تفتي فيه إنه إذا كان بتعاني من كحة جافة إذا أنت كحة ببلغم إذا عندك ألم بالحلق هالكلام كله برضو غير علمي وغير سليم حدة الأعراض تتفاوت من شخص إلى شخص بعض الناس يمر عليها مرور الكرام بحرارة طفيفة وبعض الناس بتمر في مراحل من الأعراض قد تنتهي بضيق في التنفس وهي الناس اللي بتحتاج تدخل طبي القصد من هذا الموضوع لتشخيص حالة إصابة فيروس كورونا أو مرض كوفيد 19 ما فيك تعتمدي على الأعراض لأنه أعراضه تشابه أي جهاز تنفسي تنين